بسم الله الرحمن الرحيم روى الحاكم الحسكان الحنفي قال أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي عن أبي هريرة قال إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه الجوع فبعث النبي صلى الله عليه وآله إلى بيوت أزواجه وسألهن هل عندكم من الطعام فقلنا ما عندنا إلا الماء فقال صلى الله عليه وآله من لهذه الليلة فلم يلتفت إلى كلامه إلا علي عليه السلام فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه أنا يا رسول الله فجاء أمير المؤمنين إلى الدار ومعه ذلك الرجل فأتى فاطمة فأعلمها ما جرى فقالت الزهراء سلام الله عليها ما عندنا إلا قوت الصبية ولكننا نؤثر به ضيفنا فقال علي عليه السلام يا فاطمة نوم الصبية ففعلت الزهراء وعش الضيف فلما أصبح أنزل الله تبارك وتعالى عليهم هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة اللهم جعلنا من شيعة أمير المؤمنين صلى الله عليه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة